اهلا بكم مرة تانية وفكرة جديدة من عيادة تان قرار التخلص من الوزن الزايد هو من اهم الكرارات الصحية اللي بتضمن للشخص انه يتنقل من وضع في حياته لوضع افضل منه بكتير وعلشان هو قرار مهم جدا فلازم نتبع طريقة سليمة وامنة تماما وجراحات السمنة هي من اهم الطرق الموجودة دلوقتي واللي بتساعد في تحقيق ده بسهولة ومن غير تعب الدايت القاسي اللي ناس كتير قوي بتتعب منه هنروح مع بعض نشوف حالات نجحت بالفعل في اتخاذ القرار ده وغيرت حياتها في مركز الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وازي النيل عضو الفدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر واستاذ جراحات السمنة والمناظير بطبع عين شمس هنطلع مع بعض نشوف التقرير ونشوف حياة الناس وقصصهم عاملة ازاي وازاي حياتهم اختلفت تماما بعد اجراء العمليات دي اسم محمد محمر عبدالسلام من قرية اسمها الاسدية مركزة محمد الشرقية وطبعا جاي هنا مع الدكتور كريم عشان خاطر أعمل عملية تحول مسار وأول ما تعرفتها عالدكتور كريم شفته في التلفزيون وطبعا على حسب الحالات اللي عملت معا من عندنا من البلد حوالي 10-15 حالة وكان أولهم أخوة ليا ومشاء الله خصت أكتر من 70-75 كيلو الوضع اختلف تماما والحركة اختلفت تماما وكطبيعة شغل أن أنا شغال في المجولات وعايز أعمل عملية عشان خاطر أقدر أتحرك وسط ردلتي وصناعياتي وكده وإن شاء الله يكون لنا تصوير تاني بعد العملية يكون الوزن اختلف والشكل اختلف ويكون في الأفضل إن شاء الله أهلا بيكم الحقيقة طبعا إحنا منحب تحويل مصار في الأوزان الكبيرة وال150 كيلو السيد محمد وزنه 158 كيلو والحقيقة طبعا إحنا تحويل مصار بتكون مميزة في الأوزان العالية يعني بيبقى لها دورين الدور الأول منهم إنه بيتحجم كمية الأكل زيها زي تكميم المعدة بالإضافة إن هي بتعمل سوق امتصاص للأكل بنسبة 70% من السكريات والدهون يعني كمية الأكل اللي إحنا بناكلها يعني 70% من السكريات والدهون اللي فيها لا يمكن امتصاصها لإحنا عزلنا جزء من المعدة والإثنى عشر وبداية الأمعي الحقيقة طبعا كمان تحويل مصار المعدة على الأمد البعيد أخوى شوية من تكميم المعدة في إن هي بتحافظ على الوزن وتمنع رجوع الوزن مرة أخرى على المدى البعيد كمان تحويل مصار مميزة في الناس اللي هم عندهم مرض السكر السكر كمان لو يعني إحنا مشينا على أراس أو مشينا على الإنسلين السكر يتم علاجه يعني تماما بعد تحويل مصار المعدة لأن هي بتعمل كل حاجة بتقلل كمية الوزن الموجودة وبالتالي بتقلل منعة الإنسلين بتقلل انتصاص السكريات والدهون بنسبة قد تصل إلى 70% النبرة الثانية أن هي بتحسن أو بتعيد الإتزان الهرموني مرة أخرى إلى الجهاز الهضمي لأن الدورة الهرمونية بتبقى سريعة وبالتالي بيطلع كمية كبيرة من هرمون الجي البي وان اللي هو بيحفز خلايا البنكرياس بيخليها تتكاثر بيقلل موت الخلايا أو الأبيبتوزز اللي بيحصل للخلايا البنكرياس وبالتالي يعني بيعمل كل الحاجات النفعة للسكر كمان قلنا كمان في السكر أن هو بيقلل انتصاص السكريات بالنسبة قد تصل إلى 70% تحويل المسار العملية بتجرب المنزار خلال فتحات صغيرة إقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى بتتماشى بعد ساعتين من العملية بتشرب بعد 6 ساعات بتخرج بعد 12 ساعة من العملية إعادتنا للنشاط خلال يوم بعد إجراء العملية يمكن إعادتك للنشاط الطبيعي ممكن تنزل شغلك ممكن تروح يعني البيوتز العادية اللي بتعملها يوميا ممكن تعملها بعد تحويل المسار يعني اليوم اللي تروح فيه وقعوده في البيت اليوم اللي بعده ممكن ترجع لنشاطك الطبيعي نزول الوزن هو نزول تقريبا تحويل زي التكميم لكن على المدى البعيد التحويل هي أشد وأحسن وأقوى على المدى البعيد نزول الوزن ببقى نزول تدريجي تقريبا بننزل 10% من وزننا خلال الشهر الأول ست شهور الأولى بننزل تقريبا روان 60% من الوزن الزايد بعد كده بننزل بقية الوزن خلال السنة الأولى وفي ناس بتنها بتظل في النزول إلى أن تصل إلى الوزن المثالي خلال أبطو سنتين ما بعد إجراء العملية لكن 10% في الوزن في الشهر الأول 60% من الوزن خلال ست شهور الأول وما بعد ذلك ببقى باقي وزن قليل جدا بينزل بالتدريب تمنيتني بدوام الصحة لكل الناس وإن شاء الله نطمنكم على السيد محمد بعد إجراء العملية بالتوفيق إن شاء الله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أنا دكتور كريم صابري أنا بس هوريكو خلال فترة قصيرة جدا كيفية التحضير لعملية تكميم المعدة عملية تكميم المعدة هي عملية سهلة الهدف منها إنقاص الوزن بتجرب المنظر خلال فتحات صغيرة وهوريكو دلوقات الآلات اللي احنا بنستخدمها لفصل المعدة عن الضهون ويمكن كمان قص الجزء المعدة ويعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه المسالكات كلها أمريكي طبعا إحنا بنستخدم دباسات يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات أمريكي يا إما كوفيديون أو جونسون الدباستين مختلفين عن بعض شوية في التكنولوجي يمكن دباسة جونسون دي الغيرات بتاعتها فيها ألوان مختلفة شوية بدستها لك وده ده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه طوله يمكن ستة سنتي ستة سنتي دول اللي احنا بنركب الدبوس بالطريقة دي وبعد الدباس ما بتدخل التدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضو ستة سنتي إلى أن تنتهي المعدة خلال آآ آآ يعني آآ ممكن تختلف بقى من خمس ستة غيرات أو سبع غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم أكبر شوية الدباسة دي كوفيدين هم مفرقوش عن بعض يعني التكنولوجي بسيط خالص آآ دي برضو بنفس الطريقة هو ده الدبوس بتاعها برضو ستة سنتي بنستخدمه بالطريقة الزي دي بنركب الدبوس عادي خالص وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدباس اللي هي بتخلصتنا طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية ده جهاز اللي يجيشور ده ادبانست بايبولر تكنولوجي اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة امنة ما يكونش فيها اي نوع من النزيف وما يكونش فيها اي نوع من المشاكل طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة اللي هي يمكن يمكن احسن حاجة ويمكن اكتر حاجة في العالم كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجي اللي احنا بنستخدمه عشان كده ربنا بوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج بالله الرحمن الرحيم انا دكتور كايم صابري انا اشرح لكم عملية تحويل مصار المعدة المصغر زي ما انتم شايفينه ده احنا بنفصل المعدة الى جزئين الجزء اللي هو اقصى اليمين اللي احنا ده جنب الدهون الكتيرة ده جزء المعدة المعزون ده جزء المعدة اللي هو بتعايز الفالس الاكل ما ممورش عليه وكمان ما ممورش على القص لأسنعشر وبداية الامعاء دي بداية الاماء طبعا احنا عزلنا منها اتنين متر كاملين في تحويل مصار المعدة احنا بنعدهم اتنين متر كاملين بنعد المعدة الى انتصل الى اتنين متر وبعد كده نعمل كبري ما بين المعدة المعدة زي ما احنا شايفينها المعدة الصغيرة اللي احنا اكل فيها دي زيها زي التكمين بالزبط لكن بنزود عليها جزء اللي هو سوق امتصاص اللي احنا شايفينه ده طبعا الواصلة دي واصلة اسمها الواصلة الطولية مش العرضية الحاجة التانية احنا بناخد التكنيك بتاعنا ان احنا بنخلل الواصلة بالطول عشان العصارة اللي هي المررية بتنزل مفوق لتحت كده بنفس الصورة اللي احنا شايفينها حجم المعدة برضو زي ما انتم شايفين بيبقى نفس حجم التكميم تقريبا لكن بيزيد عليه حاجة ان فيه فرق كبير جدا ما بين التكميم والتحويل ان التحويل عملية يمكن ارجعها الى الوضع الطبيعي التكميم لا ماينفعش فيها اللي احنا نرجع للوضع الطبيعي يعني احنا احنا ازاي بقى بنرجع المعدة الوضع الطبيعي بعد تحويل المصار بنوصل المعدة بالمعدة كده لو احنا عايزين نرجعها بقى مسلا بعد خمس سنين عشر سنين بنقوم راجعين بنوصلين المعدة ببعضها كده وفصلين الامعاء عن المعدة ترجع المعدة الى الوضع اللي هو الطبيعي طبعا احنا ما بعد العملية بعد ما عزلنا الجزء الكبير ده من المعدة ووصلنا المعدة الجديدة بالامعاء زي ما احنا شايفين بنعمل اختبار اسم اختبار التسريب الشكل اللي احنا شايفينه ده هو بنعمل المعدة والتدبيس زي البلونة بحيس بكيه ضغط جامد على الدبيس فاحنا لو فيه اي حاجة محتاجة اي اعادة او محتاج نتأكد ان ما فيش تسريب او حاجة بنعمل ونشك بقى اماكن الدباسات زي ما احنا شايفين كده اماكن الفيوت بتاعتنا مفيش اي تسريب مفيش اي حاجة دلوقتي بنقوم معاليين ضغط العيان بحيس نحن نختبر برضو اختبار اسم اختبار النزيف ما بعد العملية وبنجيب طبعه الدون بتبقى ما بين المعدة وبعدها بالشكل ده كأن العيان ما عملش اي عملية خالصة شكرا لزيلا انا اسم محمد عبدالسلام من محوص الشرعية مركز محمد وطبعا بحمد ربنا ان ربنا اقرمنا وعملنا العملية مع اشهر دكتور جراح سمنة في مصر كلها وهو دكتور كريم صبري بندعيله بالتوفيق دايما يا ربي يعلي مرتبه كمان وكمان لان نبقى ما انا نزلنا عملية العملية بعدها مباشرة قمت من السرير افضل نخبة من الاطبة بالنسبة لبتوع البنج دكتور البنج والتخدير مجرد ما تقوم من العملية تلاقي نفسك صاحي مش تاخد لك وقت كبير في البنج افضل خمات افضل انواع تمشيت بعد العملية مباشرة بحوالي ساعتين انا دلوقتي عامل العملية بقى لي اكتر حوالي خمس ساعات مش اكتر وبنحمد ربنا ان احنا عملنا العملية بتاعتنا على ايد الدكتور كريم صبري وهو اشهر دكتور دكتور سمنة في مصغر كلها بعد خمس ساعات من تحويل مصغر المعدة المصغر بالمنزار احنا بنشوف السيد محمد 158 كيلو احنا بعد يعني تعريبا خمس ساعات مفروض الريهابليتيشن احنا بنمشي بعض ساعتين بنبتدي نتماشى 6 ساعات بنبتدي نشرب المفروض ان شاء الله خلال 12 ساعة بنبتدي نخرج من المستشفى تحويل المصغر عملية سهلة يعني اللي احنا عايزين نوصله في الشورت فيديوز دي انه تحويل المصغر عملية سهلة بتجرب المنزار خلال فتحات صغيرة يعني اعادتنا للنشاط في وقت وصير زي ما احنا شايفين هي دي الرسائل الاجابية اللي احنا عايزين نوصلها ان عملت السمنة من العملات السهلة جدا باستخدام التقنيات الحديثة زي الدباسات الالكترونيك اللي هي السيجنية بالتقنيات الحديثة كل التقنيات الحديثة كلما زادت واستخدمناها كلما اقل وقت العملية كلما كان اعادتنا للنشاط او الوضع الطبيعي اسرع واحسن استخدام برضو ادوية البنج اللي هي يعني بمجرد ان انت تصحم للعملية بتاعتك او تخلص وقت العملية بتبقى ثايق ومتواصل للجو او يعني المحيق اللي حوليك يعني ما بقاش بقى فيه فترة ان احنا ننام فترة كبيرة ما بعد اجراء العملية لا احنا بنتواصل مع المجتمع ما بعد الانتهاء من العملية مباشرة ممكن نرجع لشغلنا بعد يوم من اجراء العملية في حال لو عندنا مرض سكر المفروض ان احنا بنخرج على يعني لو السكر متزبط بنخرج من غير سكر خالص متاخدش اي علاج لان تحويل المصار هي علاج لمرض السكر علاج مباشر لمرض السكر كمان عايز اقول انه ازا ما كانش فيه سكر يعني يعني عنيف او ازا ما كانش فيه سكر ما بناخدش جرعات عالية من الانسولين ستوقف سكر حالا ما بعد اجراء العملية لكن لو احنا بناخد جرعات عالية من الانسولين او في مضعفات او السكر بقاله فترة ازيد مثلا من 20 سنة بتبتدي تخرج على نصف الجرعات الى ان ينشط البنكرياس مرة اخرى لان تحويل المصار زي ما احنا عارفين بتعيد الاتزان الهرموني مرة اخرى الى الجهاز الهضمي ويعني بتنشط دور الهرمونية اسرع من طبيعي وبالتالي البنكرياس بينشط مرة اخرى ويعيد نشاطه ويعيد الاتزان الهرموني مرة اخرى الى الجهاز الهضمي عايز اقول كمان انه تحويل المصار هي عملية على المدى البعيد قوية في انقص الوزن وقليلا ان هي يرجع الوزن مرة تانية لانها تشتغل بطرقتين طريقة منهم ان هي تشتغل زي التكميم اللي هو الجزء اعلى المعدة والجزء الاخر اللي هو سوء امتصاص السكريات والدهون الحقيقة طبعا فيه متابعات ما بعد العملية خلال الفترة الاولى ما بعد العملية بيبقى يعني ماشيين اول قصعين على سوائل بمختلف انواعها بعد كده بنبتدي بالاكل التدريجي ما بعد الشهر الاول بنبتدي اكل طبيعي جدا بكميات اللي بتناسب حجم المايدة رجوعنا للعمل ما بعد اجراء العملية يمكن الرجوع بعد يوم من اجراء العملية الحمد لله على سلامتك سيد محمد وانطمنك على باقي الناس ان شاء الله شكرا شكرا تحويل مصار المعدة بالمنظار تكميم المعدة بالمنظار تحويل مصار الاثني عشر التحويل مع التكميم دكتور كريم صبري دكتورال جراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس